استشهد الشاب الفلسطيني إسحاق العجلوني متأثرا بإصابته بعد تنفيذه عملية إطلاق نار على حاجز قلندية شمال مدينة القدس المحتلة أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي واستدعت مخابرات الاحتلال والدي الشهيد وشقيقته وشقيقه للتحقيق وباستشهاد الشاب إسحاق يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 183 شهيدة في عرس أحد الأقارب وقبل ساعات من إعلان استشهاده كانت المرة الأخيرة التي يرى فيها الحاج أميني العجلوني حفيده الشهيد إسحاق تقزمت أمنيات الحاج من أن يرى حفيده عريسا إلى أن يودعه فقط فسلطات الاحتلال احتجزت جثمانه فور استشهاده في الصباح الباكر يا أختي إحنا اسمعنا زينا زي الناس يعني كساكنين يعني في هذه المنطقة يعني أنه فيه اشتباكات فيه معبر ولكلانديا وطبعا نتمنى للسلام إلى الجميع من أخواننا يعني من أهلنا بعد نص ساعة زمان يعني أو ساعة زمان يعني نزل على التلفزيونات على التلفونات نزلت صورة إبننا يعني طبعا كإبننا يعني أعرفنا نظر لنستنى لتعرف إن ساعة عشر تصلوا فينا المخابرات الإسرائيلية أجهزة مخابرات الاحتلال تغيب عائلة الشهيد المفجوعة عن عزاء ابنها وهي التي لم تستوعب صدمتها بعد أما أصدقاؤه فكلماتهم ثقيلة ومبتلة بالدموع آخر شي شفته مبارح وقال لي صورني فيديو وصورته إياه وعدنا الفيديو ثلاث مرات والصبح لمسحتني إنه بتطلع له شفته بدي أحمل بالفن ورنله كل في واحد بشبه لو تبعي تبعي ياتلهوهم يعني ما قد الله يحكي عن الشهادة والشهادة وبدأي نزل على مخيم الجميع بس حالة بنا أعظم بجانن يعني بالكلمة بالمعنى وبكل شي بنا أعظم عروف يعني هو بنا أعظم طيب ما لهش بالمشاكل بيت عزاء كبير مفتوح وممتد هكذا ترى فلسطين إذا نظرت إليها من أعلى والمعزون فيها ينتقلون من بيت إلى آخر دون توقف يمسحون دموع الأمهات ويسندون أكتاف الرجال إذا مالت من بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة أسيل سليمان رؤيا